النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون تتفاعل منظومة الضغوط الجوية السطحية مع أطراف كتلة هوائية باردة نسبيا متواجدة في العروض العليا تؤثر على المنطقة بانتشار ضعيف لبعض الصحب المتفرقة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة واستقرار عام على الأجواء والله أعلم بناء على هذا تحليل تطورات الضغوط الجوية نتوقع بإذن الله تعالى يكون تقص اليوم الأربعاء مستقرا دافئا نسبيا مشمسا مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد وأجزاء من الجزيرة في حين تبقى الأجواء مشمسة على أجزاء من الوسط والجنوب تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا لتلامس ثمان عشرة درجة مئوية نهارا واتصل ليلا إلى خمس درجات مئوية تكون حركة الرياح غربية عند عشرة كيلو مترات في الساعة بالنسبة لطقس الخميس لا جديد على الحالة الجوية حيث تتعمق المرتفعة الجوية السطحية فارضة بعد مشيات الله تعالى طقسا مستقرا ودافئا نسبيا تنتشر السحب المتوفرقة وخاصة خلال فترات الظاهرة وما بعد على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد والوسط وأجزاء من شمال شرق البلاد تكون الأجواء بصفة عامة غائمة إلى غائمة جزئيا خلال ساعات ما بعد الظاهرة في حين تكون مشمسة خلال ساعات الصباح الأولى تحافظ درجات الحرارة نهار الخميس على قيمها المسجلة عند ثمان عشرة درجة مئوية نهارا واتصل ليلا إلى خمس درجات مئوية تتحرك الرياح الشمالية الغربية بسرعات متوسطة عند خمسة عشر كيلو مترا في الساعة بالنسبة لطقس الجماعة تستمر الأجواء المستقرة والدافئة نسبيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانتشار لبعض الصحب المتفرقة حيث تكون الأجواء بصفة عامة مشمسة مع طقس غائم جزئيا خلال ساعات ما بعد الظاهرة تسجل درجات الحرارة ارتفاعا جديدة لتلامس 19 درجة مئوية نهارا واتصل ليلا إلى 6 درجات مئوية تتحول الرياح إلى شرقية عند عشرة كيلو مترات في الساعة إذن أهم ما يميز طقس الساعة القليلة القادمة هو الأجواء المستقرة الدافئة نسبيا المشمسة مع انتشار لبعض الصحب المتفرقة من حين إلى آخر وانعدام لفرص الهطولات المطرية في التوقعات متوسطة وبعيدة مدى نتوقع بإذن الله تعالى أن تدوم هذه الأجواء المستقرة والجافة نسبيا حتى نهاية شهر شباط وتشير التوقعات إلى أن نهاية هذا الشهر ستندفع كتلة هوائية شديدة تدفع باتجاه مناطق بلاد الشام لترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من ساعات منتصف الأسبوع القادم وتكون أعلى من معدلاته لمثل هذه الفترة من السنة مع توقعات ومؤشرات قابلة للتغيير لمخفضة جوية ماطر خلال الأسبوع الأول من آذار سنبقيكم في تحديثات تطوراته في النشرات الجوية اللاحقة بمشيئة الله تعالى هذا كان كلما تعالى تطورات حال جولي قادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون